اهلا بكم في موجز لاهم واقع الاخبار اعلن التحالف والعربية عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات ابليشيات الحوثي المدعومة من ايران في عدد من المدن اليمارية وفي وقت سابق اعلن التحالف استداد مخازن اسلحة لابليشيات الحوثي في مدينة الحديدة واضاف التحالف ان ميناء الحديدة ثقنة عسكرية مؤكدا انه يهدد الامن الاقليمي والدولي موضحا انه تم نقل الاسلحة من ميناء الحديدة تحت غيطان تجاري اذا اعلن التحالف عن تنفيذ 12 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب خيال الساعات 24 البوضية واسفر عنها تدمير اربع آليات عسكرية ومقتل اكثر من 60 مسلحا من ميليشيات الحوثي قال الرئيس الامريكي جو بايدن ان وضع ميليشيات الحوثي على قوائم الارهاب مجددا هي مسألة قيد النظر وشار بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الاميض بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة في الولايات المتحدة الى انهاء الحرب في اليمن امر صعب وكانت الادارة الامريكية قد رفعت ميليشيات الحوثي من قائمة الارهاب قبل عام تقريبا رحبت سفارة الامارات لدى واشنطن بتصريحات الرئيس الامريكي بشأن اعادة النظر في ادراج ميليشيات الحوثي على قائمة الارهاب اعلان الرئيس جو بايدن جاء بعد ساعات من دعوة السفير الاماراتي في واشنطن يوسف الاعتيبة الادارة الامريكية والكونغرس الى دعم اعادة تصريح ميليشيات الحوثي كمنظمة ارهابية اجنبية اعتبر مجلس الوزراء ان الهجمات الحوثية الارهابية على الاعياء المدنية والمدنيين في الامارات والسعودية مؤشر على تنامي الخطر الذي باتت تمثله ذراع ايران في اليمن واشدد المجلس في اجتماعه بعلن على ان التمادي والتصعيد الخطير من قبل ميليشيات الحوثي الارهابية يثبت مجددا سعيها المستمر وبإعاز من ايران الى نشر الارهاب والفوضى في المنطقة كما بارك مجلس الوزراء الانتصارات التي تحققها قواس الوية العمالقة في شبوة ومارب قال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد الجابر ان اعتراف الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران باستهدافها مواقع مدنية في المملكة والامارات هو عمل ارهابي كما دعا الجابر خلال سلسلة تغريدات على توتر الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى محاسبة بنشيات الحوثي على الاعتداءات والجرائم الارهابية وعدم التسامح معها لانها تشكل تهديدا للامن الدولي وتشجع منظمات ارهابية اخرى على القيام بنفس السلوك هيئة الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة